لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحب بيكم معظم مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة ابن حجر وشيخ الأصهر يكفرون غلاية الحنابلة الوحبية المجسمة احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت إزاي الشيخ البراك برضو بيأكد عقيدة الفسدة حسب علماء الأصهر وعقيدة الأصهر بين كسين الأشعارة وشفنا ابن حجر وهو بينفي إن لله صفة اليد والأصابع والشيخ البراك رد عليه وقال أهل السنة يثبتون اليدين والعينين ونحوهما من الصفات لله تعالى وده يعني معناه إثبات ذلك على حققته والاعتقاد بظاهرها والشيخ السنوسي قال أيضا فقد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر والعلم الأسهري إسماعيل الحمدي أطانا معناه الكفر وقال والمراد فقد كفر إن اعتقد معنا مكفرا كاعتقاد أن الله الجسم كالأجسام وابتدع إن اعتقد معنا غير مكفر ككون الله جسم ليس كالأجسام وشفنا الشيخ العسيمين قال نعم الله جسم ولكن ليس كالأجسام وشفنا ابن بطال والأشعارة اللي لا يثبتون الاستواء حقيقة لأن إثباته حقيقة معناه إن الله الجسم والشيخ البراك رده قال وهذا هو المعنى الباطل المنافي لدلالات الكتاب والسنة والعقل والفترة وبكده الشيخ البراك أثبت إن الله جسم ونعيد كلام الشيخ السنوسي في كتاب حواش على شرح الكبرى للسنوسي التلمساني ويقول الشيخ السنوسي في شرح الكبرى وأما من زعم أن الطريق بدءا إلى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما فالرد عليه أن حجتيهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي وأيضا فقد وقعت فيهما زواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عن دي جماعة وابتدع عن دي جماعة أخرى وطبعا أهر السنة زي ما قلنا قبل كده بيثبتوا إن الله جسم وبيثبتوا كل الصفات على حقيقتها ونشوف مثل آخر لكلام ابن حجر ورد البراكة عليه في سهل بخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى قل أدعى الله أو أدعى الرحمن قال الحفظ ابن حجر ولا قال من ينسب إلى التجتيب من اليهود لا إله إلا الذي في السماء لم يكن مؤمنا كذلك إلا إن كان عميا لا يفقه معنى التجتيب فيكتفي منه بذلك كما في قصة الجرية التي سألها النبي أنت مؤمنة قالت نعم قال في أين الله فقالت في السماء فقال اعتقها فإنها مؤمنة وهو حديث صحيح أخرجه مسلم ونشوف تعليق ابن حجر هنا بيأكد إن اللي يقول إن الله في السماء يعني فوق العرش فوق السماء والعرش إن ده مجسم رغم إن الكلام ده حديث صحيح في مسلم زي ما بيقول ابن حجر بنفسه في شرح الحديث ابن حجر كأنه بيقول إن الرسول كافر لأنه مجسم لأنه في نفس الحديث الرسول هو وافق الجرية على إن الله في السماء ولكن ابن حجر خرج من المأزق ده وقال أصل الجرية كانت عمية يقول إن الجرية لأنها عمية فهي لا تفقه معنا التشتيم وإن اليهود هم أصل التشتيم وإن اللي يهمنا في كلام ابن حجر إنه بيقول إن من يثبت ألالو لله حقيقة هو مجسم وإن كلمة لا إله إلا الذي في السماء كفر أو كفر لأن معناها الله فوق العرش وده دليل إن ابن حجر والأشعر والأصهر والشيخ الأصهر بيكفروا اللي بيعتقد إن الله فوق العرش على ظاهره وده طبعا بيعتبر تكفر مباشر للوحبية لأنهم بيعتقدوا إن الله استوع على العرش على ظاهره ويوصل الشيخ البراك رده على ابن حجر والشيخ البراك بيقول معناه إن اليهود يقرون بأن الله في السماء يعني في الآلو وهذا عند المعطلة نفات الآلو تشسيم أي أن الله لو كان في السماء لازم أن يكون جسما ومن مسهبهم إن الله تعالى ليس بجسم وإحنا هنا بنلاحظ رد الشيخ البراك بيقول لو كان في السماء لازم أن يكون جسما يعني بالنسبة للأشعر كل من يقول إن الله فوق السماء حقيقة فهو مجسم ويوصل الشيخ البراك فوجب نفي ما يستلزم الجسمية ومن ذلك العلو على المحلوقات فلذلك نسبوا اليهود إلى التشسيم والتشبيه ونسبوا كذلك إلى التشسيم أهل السنة المسبتين للعلو وسائر السفات لذلك هم يشبهون أهل السنة باليهود وطبعا اللي بيثبته العلوي لله حقيقة هم أهل السنة وقبلهم اليهود وقبلهم اليهود ده حسب كلام أهل السنة عليهم الأشعارة بيشبهوا أهل السنة باليهود يعني الأشعارة بيكفاروا أهل السنة يعني أهل السنة كفار بالنسبة للأصهر وشيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب لأنهم يجسمون زي اليهود يعني ساوى بين أهل السنة واليهود يعني أهل السنة كفار والغريب والمفاجئة إن أهل السنة برضو بيعتبروا الأشعارة زي اليهود يعني أهل السنة بيشوفوا الأصهر وعقدة الأصهر وزي عقدة اليهود ونشوف مع بعض الشيخ الحزيم هيقول لنا إيه في الموضوع ده نشوف مع بعض الفيديو قال هنا وأول من قال بالتعطيل في الإسلام يعني من انتسب للإسلام ولا هذا ليس منسوبا إلى الإسلام يعني التعطيل لا ينبغي تنتبه كفهم ولا تتبع تقلد هكذا إما إذا قيل الجهمية متفق عليها فخارج عن الملة لكن المعتزل الأشاعر لا تنسى إلى الإسلام باعتبال عقيدتها لأن هذه كما سيأتي عقيدة يهودية دخلت على المسلمين فلا يقال فرقة إسلامية أو يقال عقيدة إسلامية عقيدة إسلامية إذا قلت عقيدة إسلامية معناه ماذا أن الاستوا فيه قولان والراجح كذا والمرجح كذا وكذلك اليدان فيه قولان الراجح كذا والمرجح كذا لكن لا تنسيبه الإسلام وهذه دخيلة على الإسلام وأهله لكن باعتبار أنهم انتسبوا إلى الإسلام وكانوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم توسع فيه في العبارة قال أشاعر فرقة إسلامية إلى خيري قال وأول من قال بالتعطيل في الإسلام جعد ابن درهام فقتله خالد بن عبد الله القصري الشيخ الحزيمي الشيخ أحمد الحزيمي بيقول له حد قالك أن أول من قال بالتعطيل في الإسلام مفيش حاجة اسمها أن المعطلة ينتسبوا للإسلام أن الجهمية متفقة عليها أنها خارجة عن الملة والمعتزلة والأشاعر لا ينسبوا إلى الإسلام باعتبار عقدتهم لأن عقدتهم عقدة يهودية دخلت على المسلمين فما يصحش نقول عليهم فرقة إسلامية وعقدة إسلامية لأن لو إحنا اعتبرنا أن الأشاعر عقدة إسلامية يبقى الاستواء مثلا في قولان والراجح كذا والمرجوح كذا وكذلك اليدان في قولان الراجح كذا والمرجوح كذا كذا فلا ينسبوا إلى الإسلام لأن العقيدة ما فيهاش رأيين وإن أول ما نعطل كان الجعد بن درهم وقتلوا خالد بن عبد الله القصري يبقى شوفنا إزاي الأشاعر بيشبهوا أهل السنة باليهود وأهل السنة برضو بيشبهوا الأشاعر باليهود والمسلمين عارفين قد إيه هم بيكفروا اليهود يعني أهل السنة بتكفر الأشاعر والأشاعر بتكفر أهل السنة ونرجع لكلام الشيخ البراك ومن كلام الشيخ البراك حسب عقدة الأشاعر أثبتنا أن الوهابية بيقولوا إن الله جسم ونروح لشرح العالم الأسهري إسماعيل الحمدي وبيقول إيه والمراد قوله فقد كفر فقد كفر إن اعتقد معنى مكفرا كاعتقاد أن الله جسم كالأجزام وابتدع إن اعتقد معنى غير مكفر ككون الله جسما ليس كالأجزام إذن حسب كتب عقدة الأشاعر التي شرحها علماء الأصهر الأشعري في الوهابية كفار لأن عقدتهم تشبه عقدة اليهود والسبب إن الأشاعر حكموا على الوهابية بالكفر إن الوهابية ألغوا العقل وده اللي أكدناه من كتاب حواش على شرح الكبرى للسنوسي التلمساني ويقول الشيخ السنوسي في شرح الكبرى وأما من زعم أن الطريق بدءا إلى معرفة الحق كتاب السنة ويحرم ما سوى هما فالرد عليه أن حجتيهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي وأيضا فقد وقعت فيهما ظاهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع عند جماعة أخرى فهنا بنشوف إن الرد عليه إن حجتيهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي وده معناه عند الأشعارة إن من ألغى العقل فهو يرد حجية النقل لأن حجية النقل لا تثبت إلا بالعقل حجية النقل معناها مصدقية النقل يبقى مصدقية النقل ده لا يثبت إلا بالعقل اللي يقول لعقل مع النقل بيطعل في مصدقية النقل واللي يقول نلغي العقل مع النص ده لازم ياخد بظاهر النص وده كفر عند الأشعارة وده أثبتناه من كتب الأشعارة عشان كده خلينا نشوف شيخ الأصهر في الفيديو اللي جاي هقول لنا ايه الحنابلة مع النص وألغوا العقل وزي ما شفنا شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب بيقول الحنابلة مع النص وألغوا العقل وكلام شيخ الأصهر معناه حسب عقدته الأشعرية أن الحنابلة كفار ويقصد بالحنابلة غلات الحنابلة النكسين اللي هم الوهابية حسب كلامه قبل كده وكل ده بسبب البطيخ لأن الإمام أحمد كان عاوز نقل يقوله إزاي تاكل البطيخ بصراحة الإمام أحمد قال ما فيش نقل يعني يقولي إزاي أكل البطيخ إذن ألغي العقل وما كنش البطيخ وده اللي هيقوله شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب في الفيديو اللي جاي وكما قلنا أن الإمام أحمد ابن حنبر رضي الله عنه وأرضاه لم يأكل البطيخ حينما أتي به وزي ما شفنا الشيخ الدكتور أحمد الطيب بيقول كما قلنا أن الإمام أحمد بن حنبر رضي الله عنه أرضاه لم يأكل البطيخ حينما أتي به لأنه قال لا أعرف كيف كان يأكله رسول الله فتناميزه طبعا قولات الحنبلة النكسين اللي هم الوهابية الكفار حسب عقيدة الأشعارة وحسب عقيدة الأصهر الأشعاري وحسب عقيدة شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب قاله إيه؟ قاله نلغي العقل مع البطيخ مع كل حاجة غير البطيخ عشان كده معاركهم شكلية منحصرة في النقاب واللاحية والسوب القصير على حسب كلام شيخ الأصهر وإحنا أثبتنا الكلام ده في الحلقات اللي فتت وطبعوني في الحلقة الجاية مع الشيخ الأصهر وإزاي هنقض أو كلامه متناقض على طول الخط وألتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصوية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أرد بعقل أحبا نقبل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المساء ترجمة نانسي قنقر